لا عطل عمر رضي الله عن حد السريقة في عام الرمادة عمر قامة وأي قامة فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق يتشبيه وحصل تاريخي ثابت عام الرمادة لكن مسألة التعليق هذه هي التي غير ثابتة من حيث الصناعة الحديثية لكن الحق أنه ينظر لها من حيث الصناعة التاريخية ثابتة نفصل في المسألة عام الرمادة كان عام 18 من الهجرة وعمر أمير المؤمنين في المدينة جزيرة العرب آنذاك تعرضت لجذب لم يكن معهودا من قبل حتى أضحت الأرض كأنها رمادا تسلط عليها الشمس ولا ماء ولا نبت عليها حتى الوحوش الكواسر التي في الجبال الشاهقة خرجت تريد أن تستألس بالإنس يعني تريد الناس وأما المدينة سباع الطير عواف الطير وسباع الوحوش كلها فرارا من الجوع الذي لحقها وكان الرجل يذبح الشاه فيعافها من قبحها لا ستوقع أن يقولها لا ستوقع أن ينظر إليها للهزال الذي عمها وذهب أمير المؤمنين رضي الله عنه مذهبا عظيما في أنهم تنعا أكل شيء إلا الزيت والعيش الجاف الخبز الجاف نسمي عيش عندنا في العجاز لكن هو الخبز الخبز الجاف يأكله وأبى أن يأكل شيء آخر يشارك الناس همهم أمير مؤمنين مثل هذا لن يخرج الناس عليه في ثورة يعني شيء بدهي لأنهم يجدون الحال الذي فيه هي الحال الذي فيهم وهذا من فقه عمر في ورعه وفقه في السياسة ولذلك لما انتهت القضية وأمن الله بالغيث جاءه رجل عربي وهو يرى عمر ويقول لقد انكشفت عنك وإنك لابن حرة يعني الغمة والأمر هذا زال عنك وإنك لابن حرة عشت كما عاش الناس وتغير وجهه رضي الله عنه أرضاه حتى أصبح أقرب إلى السمرة من الجوع وهو أمير المؤمنين ومع ذلك رضي الله عنه أرضاه اتخذ التراهق أقام خيام في أطراف المدينة جاء عند بعض أهل التاريخ أنه أمها قرابة ستين ألفا ممن يسكنون البوادي وأرسل إلى أبي عبيدة وإلى عمر بن العاص يطلبهم الغوث لأهل الجزيرة للمدينة ومكة والحجاز ومن أصابهم القحط وجدب الديار الرواية التاريخية تقول أنه في هذه الفترة في هذا الحين لا نقول إن عمر عطل هذا ليس لعمر ولا لغير بالمطلق علق بالتعبير المستخدم الآن علق الحد الآن عندما يأتي مدير مدرسة مدير تعليم ويرى المطر والسحاب قد دأهم البلدة التي هو فيها فيعلق الدراسة نعلم أن قضية أن لا ذهب الناس إلى المدرسة تحتاج إلى مسؤول كبير جدا في الدولة وأعلى من الوزير لكن هذا المدير التعليم هو لم يوقف الدراسة إنما علقها لظرف لظرف طارئ فالذي حصل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه علم أن الناس في جوع وشدة ومن الصعب إثبات لو سرق أحد إثبات أنه سرق لمجرد السرقة وأنه ما سرق إلا ليأكل فما سرق إلا ليأكل لماذا لأنه مضطر مدام مضطر أصبح له حق في المال كله مدام مضطرا أصبح له مال في الحق كله فهي شبهة وجدها عمر أنها كافية لأن يدرأ بها الحد وهذا من فقه وورعه وعلمه وسياسته وقدرتي على الحكم رضي الله عنه وأرضاه ومن يريد أن يفتي الناس من الكتب يقرأ في الكتاب وجدها قالها لم يجدها لم يقالها هذا فليسترع في بيته لكن الزمن مليء بالأحداث مليء بالمتغيرات فتحتاج إلى فقهاء إلى عقلاء إلى أناس ذوي بصيرة في فهم الدين ينزل الأشياء منزلتها يعين ولي الأمر على أن يسوس البلاد والعباد ويقربهم ويدنيهم من طاعة الله جل وعلا وعلى ولي الأمر من غير أمر أن يقرب منه أهل العقل والحكمة والشرع والفضل والمروءة والمؤتمنون على دين الله جل وعلا والمعظمون لحرماته وشرعه فإذا اقترب العلماء من ولي الأمر واخترب ولي الأمر من العلماء انتفع الناس وانتفع العامة وانتفع عامة المسلمين وعم الخير البلاد والعباد فكان عمر معلقا لذلك الحدي حتى يدرأ به الشبهة عن المسلمين ولا يجمع لهم قطع اليد مع قطع انقطاع المطر إذن كان مجرد تعليق وليس يعني تعطيه ولذلك في الشام وفي مصر وهي تحت سلطان عمر بقيت الأمور كما هي من يسرق تقطع يده لأنه لا جذبة ولا حاجة ولا قحطة قد وصلهم فالأمور قائمة كما هي وإنما علقت فقط في جزيرة العرب في المدينة وما حولها عندما أصابهم ذلك الجذب في الديار لشدة ما أصاب الناس شيء غير مألوف غير معهود من قبل